وإلى وزارة القوى العاملة حيث تنتهي وزارة القوى العاملة والهجرة الأحد المقبل من قبول طلبات رغيب العمل بالخارج في إحدى الدول الخالجية بمهنة مندوب مبيعات في مجال التسويق وخدمات البنوك ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية وإنه لا يزيد السن عن 35 سنة وقالت الدكتورة ناهد عشري وزير القوى العاملة والهجرة إنه على من يرغب في شغل المهنة المطلوبة التوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة ومعه السيرة الذاتية مرفقا بها شهادات الخبرة ولازلنا مع وزارة القوى العاملة وفي السياق ذاته حيث تنتهي وزارة القوى العاملة والهجرة الثلاثاء المقبل من قبول طلبات رغيب العمل بإحدى شركات البناء والمقاولات بالكويت على مهنة سائق درجة أولى وخبرة خمس سنوات بسن 25 إلى 40 سنة والراتب يتراوح ما بين 160 إلى 200 دينار كويتي شهريا فضلا عن مزايا السكن المجاني والمواصلات والبدلات والإضافة وتذاكر السفر مؤمنة من قبل الشركة وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الوزارة لها كافة الصلاحيات في تصديق العقود وإنهاء تصديقات المطلوبة وتجهيز المقابلات الشخصية وترشيح المناسب من المتقدمين شكرا